اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيفا ان الواقع لن يتغير الا من خلال الحوار مع النظام الكويت اكدت بشكل صريح على لسان وزير خارجيتها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح انها ليس لديها خطط للتطبيع مع النظام بينما بقي الموقف القطري ثابتا في رفضه للتطبيع مع نظام الاسد الانقسام في قرار التطبيع مع النظام والذي عززه الزلزال لم يكن خاصا بالدول العربية بل امتد ليشمل الموقف الاوروبي الذي ظهر فيه تيار يدعو لقبول النظام كامر واقع مع امكانية احداث اتصالات فردية بين الدول الاوروبية التي تتبنى رؤية التطبيع مع النظام فيما بقي الموقف الاوروبي العام رافضا للتطبيع حتى اللحظة الاتصالات العربية والدولية مع النظام اسفرت عن مقايضة غير مباشرة لفتح معبرين حدوديين اضافيين من تركيا الى شمال سوريا لثلاثة اشهر ونقل المساعدات من مناطق النظام الى ادلب وهو ما يظهر هيمنة النظام على المعابر بما فيها تلك التي مع تركيا بحسب صحيفة الشرق الاوسط بينما اعتبر مجلس الشيوخ الامريكي نظام الاسد وسيطا غير نزيه لاصال المساعدات للشعب السوري بين الكارثة الطبيعية والمأساة الانسانية التي خلفها قصف النظام وروسيا وايران تعزز دول مسار التطبيع وترفض اخرى بينما يبقى السوريون المعارضون للنظام على موقف ثابت لم يتغير يرفض النظام ووجود بشار على رأس السلطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر